صباح الخير معكم محمد غباشي سرايا عبدين هكلمكم النهاردة عن الفلور ديرين أو البيبة الخاصة بحمام الشوار أو حمام الضيوف أو ممكن تركبها بالتراس في ناس بتستغرب فكرة إن البيبة موجودة في التراس في المدن السحلية بنركب أو في المدن اللي فيها مطر كتير أو التراس بعيد عن أي منفذ تصريف مية أو حجبه كبير طيب نرجع البيبة أولا شكلها لطيف معاسها 10 في 10 سنتي خامتها عالية جدا القلب نحاس دي منع بعاس الروايح الكريهة أو في حالة الكتم بتمنع تصريب المية وبتمنع الحشرات هوريكم فكرتها إزاي بغض النظر عن شكلها اللطيف جدا زي ما احنا شايفين وخامتها عالية في منها السادة بس أنا ما برشحش السادة منها لأن السادة بعد فترة ببقى فيه مسألة الاحتكاك بتبقى بينة فيه شوية إنما دي شكلها لطيف وخامتها كويسة جدا ومنها السلفر كبين أول حاجة لشكل الخارج بتاعها الوش بتاعها زي ما احنا شايفين خامته عالية شكله شيك ينفع مع حمام الضيوف بالأخص السادة اللي بيحبوا الأحواض النحاسية والأكسسوريز النحاسي في الحمام ودي المصفة بتاعتها مصفة ستلس بس هي عليها الفيلمة فيلمة الحماية نيجي بقى الأهم حاجة هو قلب البيبة نفسه القلب نحاس بتمنع تماما إن المية ترد أنت لو حضرتك بتستخدمها هي بتفتح بتنزل المية في حالة الكتم هي بتمنع المية تماما إن هي ترد وبتمنع انبعاث الروايح أو دخول الحشرات نشفة من جوة ما تأثرتش إن المية دخلت فيها فهو ده نظامها للناس اللي كانت بتسأل إزاي هي منع للروايح أو منع لارتداد المية في حالة الكتم أموماً حالة الكتم دي بتبقى مسألة ندرة شوية لأن هي بتركب على الخط الفري في الشاور أو لو هتركبها في المطبخ هي كل فكرتها بكل بساطة إن القلب نحاس بتاعها محكم الغلق شوية فمع استخدام ضغط المية عندك هي بتفتح فبتنزل المية عادي جداً لما مفيش عندك استخدام مية هي بترجع تقفل تاني وبتمنع ارتداد المية أو الروايح الكريهة أو الحشرات ببساطة دي كانت فكرة البيبة شكلها ديكوري حلو جداً أحسن من الكبير أحسن من البيبة ماياس العشرين في عشرين ممكن نستخدمها في أماكن كتير وسهلة الاستخدام وسهلة النظافة قوي وشكلها شيك جداً زي ما احنا شايفين وأما حاجة إنها عملية جداً في الصرف وعملية جداً في حالة عدم ارتداد الروايح الكريهة أو دخول الحشرات أو المية في حالة الكتم وما تنسوش تعملوا إعجاب للقناة سرايا عبدين شكراً وأشوفك على خير